مرحبا معاكم غزل بالفيديو هذا رح نتعلم كيف نعمل تزايد make one left make one right طبعا هي ترجمتها بالعربي اصنع غرزة على اليمين اصنع غرزة على اليسار طيب اول حاجة بوريكم كيف شكلها حتكون اذا اتبعتي نفس الطريقة زي ما انت شايفين هذه هي السنتر خلاص وهذه الغرس شوفوا كيف طالعة مرتبة بشكل ارتب ان شاء الله تكون واضحة معاكم على الكاميرا طيب حنبدأ نعملها رح اشتغل غرز عدلة لحد ما اوصل عند الماركر طيب انا كذا وصلت عند الماركر الغرزة المحددة هنا اللي هي المفروض تكون التزايد قبلها وبعدها طيب التزايد هذا دحين اللي بعمل على الجهة اليمين هي اختصارها بتكون M1R ان شاء الله ما اكون غلطة انا طيب واللي هي بكل بساطة بكل بساطة حتسحبي الخيط اللي هنا بين الغرزتين خلاص تسحبيها عادي شديها لانا حتتظبط بعدين وتحطيها بهذا الشكل من الامام للخلف صارت غرزة زيادة فاش حتسوي حتشتغليها من اللوب اللي هنا حتشتغليها كذا اتجاه الغرزة حتكون على اليمين بعد كذا نشتغل الغرزة الاساسية ودحين حنعمل M1L اتوقع M1L اللي هي Make One Left المفترض انه الغرزة تكون رايحة على جهة اليسار نفس الطريقة ولكن حتحطي اللفة بهذا الشكل وتشتغليها عدلة من اللوب الخلفي وبكذا الغرزة تكون اتجاهها على اليسار وعادة النوع التزايد من هذا الجهة الخلفية حتكون غرزة مقلوبة ان شاء الله عجبكم الفيديو نشوفكم في فيديو جاي